السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيتم في الكرآن بتساوي قيام الليل وبتحمينا من الشياطين ياريت لو تعرفوهم اكتبوهم لي في الكومنتات وأنا بتابع الكومنتات كلها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه والراوي أبو مسعد والمصدر صحيح البخاري شرح الحديث الكرآن كله كلام الله سبحانه وتعالى وخص سبحانه وتعالى بعض صوره وآياته بفضل خاص عن باقي الآيات وفي الحديث ده بيبيننا الرسول صلى الله عليه وسلم أجر قارئ آخر آيتين من سورة البقرة وهما قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتوبه ورسوله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم سورة البقرة 285 و286 حيث أخبر صلى الله عليه وسلم من قرأهما في ليلة حفزتاه من الشر ووقتاه من المكر وقيل أغنته عن قيام الليل ودوت علشان فيهم معاني كتير للإيمان والإسلام والالتجاء لله عز وجل والاستعان به والتوكل عليه وطلب المغفرة والرحمة منه شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته